فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرت التعلوم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام نتذكر فيه وإياكم بعضا مما نحتاج إليه في حياتنا وعباداتنا ومن ذلك هذه الصلاة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد تحدثنا فيما مضى عن التشهد الأخير وقلنا إنه إذا بلغ المصلي آخر الصلاة جلس للتشهد وأن هذا الجلوس والتشهد فيه ركل من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونهما وصيغة هذا التشهد هي الصيغة نفسها التي وردت في التشهد الأول بالنسبة للتحيات فإذا فرغا مصلي من هذا فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بلا خلاف بين العلماء وهذا الترتيب واجب بمعنى أنه لا يجوز أن تسبق الصلاة الإبراهيمية التحيات لا بد أن يرتب فيأتي بالتحيات أولا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وذكرنا اختلاف العلماء في مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد الأخير وأن أكثرهم قالوا إنها مستحبة وذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في أصح الروايات عنه إلى أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها وتوسط بعض أهل العلم فيها فقالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة فليست مجرد مستحبة ولا ركن وإذا كانت واجبة فإن من تركها عمدا تبطل صلاة ومن تركها سهوا ليسجدوا للسهو ورجع هذا القول من الأئمة ابن قدام رحمه الله تعالى كما في كتابه المغني وذكرنا معاني ألفاظ الصلاة الإبراهيمية وهي اللهم ومعناها يا الله وحذفت يا النداء وعوض عنها بالميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل يعني أصل الكلمة يا الله طيب يا هذا حرف النداء المحذوف في أول الكلمة فلماذا جعلت الميم وهي بدل يا النداء جعلت في آخرها قالوا تيمنا بالبدء بسم الله عز وجل اللهم صلي على محمد قيل إن الصلاة من الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء وأما من الله فهناك أقوال أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالي رحمه الله أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملائك الأعلى فمعنى اللهم صلي على محمد يعني أثن عليه عندك في الملائك الأعلى ومن هم الملاء الأعلى الملائكة المقربون وغيرهم والملاء الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أرواحهم في الملاء الأعلى في الندي الأعلى الملائكة المقربون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كذلك الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وقد اختلف أهل العلم في آل النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بهم هنا في هذا الدعاء فقال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام هم الذين حرمت عليهم الصدقة بن هاشم بن عبد المطلب وهذا منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي القول الثاني إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة ذريته وأزواجه خاصة فبعض بني هاشم وبني عبد المطلب لا يدخلون وإنما ذريته عليه الصلاة والسلام من فاطمة مع الأزواج مع أزواجه خديجة وعائشة وأم سلمة وغيرهن من زوجاته عليه الصلاة والسلام القول الثالث إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة أتباعه والمقتفون لسنته والذين يسيرون على هديه والذين يتابعونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يوم ندعوه كل أناس بإمامهم فإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جاء معه أتباعه حكى هذا القول بن عبد البر عن بعض أهل العلم وأقدم من يروى عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكره البيهقي عنه ورواه عنه سفيان الثوري وغيره ورجحه الشيخ محيد الدين النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري وإحتجوا له بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره قريبهم وبعيدهم يعني في الزمن منه وقالوا إن قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر المراد أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم وأن قوله تعالى أدخل آل فرعون أشد العذاب أتباعه ليس فقط أهله وزوجته مؤمنة ومن القبط من غير أقاربه كفار تبعوه فيكونون معه مع آل فرعون وأن الله عز وجل قال لنوح عن ابنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فأخرجه يعني أخرج ابنه من أهله ليس من آلك يا نوح الآل الأهل ليس من آلك يا نوح فقالوا إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه القول الرابع أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته وقد حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة ثم قال ابن القيم رحمه الله والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني وأما الثالث والرابع فضعيفان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد فإذن هذه الأخوال في آل النبي صلى الله عليه وسلم من مقصود بهم من مقصود بهم وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأن يشملنا بدعاء في دعاء المؤمنين ومعنى قوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في رواية إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد أي أنزل عليه البركة والبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها ويشمل البركة في العمر والبركة في العمل والبركة في الأثر يعني ما تركه من ذرية أو أعمال صالحة بعده ثم ختم هذا الدعاء العظيم وهذه الصيغة الجامعة وهي أفضل صيغة للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ختمت بقول إنك حميد مجيد وهذه في رواية من الروايات وهذه الجملة إنك حميد مجيد استئنافية تفيد التعليل والحميد بمعنى المحمود وهو الذي تحمد أقواله وأفعاله قال ابن كثير رحمه الله الحميد هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى فالله يستحق الحمد ونحن نحمده على ماذا جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره وقال الشيخ السعدي رحمه الله الحميد من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة صفة من صفات الجمال والجلل ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال فهو المحمود على كل حال طيب هذا معنى حميد حميد يعني محمود لصفاته وأسمائه وأقواله وأفعاله سبحانه وشرعه وقضائه وقدره طيب والمجيد معناها الماجد وما معنى الماجد في اللغة ماجد يعني صاحب الشرف والكرم والصفات المحمودة فإذا مجيد صيغة مبالغة من ماجد مجد ماجد مجيد وقال الإمام أبو سليمان الخطاب رحمه الله في معنى المجيد الواسع الكرم وأصل المجد في كلامهم السعة يقال رجل ماجد إذا كان سخيا واسع العطاء وقال ابن أثير رحمه الله المجد في كلام العرب الشرف الواسع ورجل ماجد يعني مفضال كثير الخير شريف والمجيد فعيل منه للمبالغة إذن هذه صيغة المبالغة فعيل مجيد وقيل المجيد هو كريم الفعال يعني الأفعال وقيل إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجدا أو ماجدا وفعيل أبلغ من فاعل يعني مجيد أبلغ من ماجد فكأن اسم مجيد يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم اسم مجيد يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم طيب ما هي الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجواب إنها صيغ متعددة منها هذا المشهور الذي رواه البخاري المسلم في حديث اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه رواية من؟ كعب بن عجرة من الروايات الواردة أيضا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرة أخرى اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما بركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد طبعاً هذه الصيغة ممكن ترجح لنا ممكن ترجح لنا قول من قال إن آل محمد هم أزواجه وذريته إن آل محمد هم أزواجه وذريته لأنه قال في هذه الرواية الله ما صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما بركت على آل إبراهيم هناك صيغة أخرى رواها البخاري فإذن الصيغتان الماضيتان في البخاري موسلم الأولى رواية كعب بن عجراء والثانية رواية أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الثالثة الآن رواية أبي سعيد الخدري في البخاري وهي اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وآل إبراهيم الرابعة رواية أبي مسعود الأنصاري رواية أبي مسعود الأنصاري التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله رواها في صحيحه وهي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وهذه من الصيغ المشهورة عند بعض الناس اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وقالوا إبراهيم داخل في آل إبراهيم طبعاً لأنه رأسهم يعني ليش الرواية هذه ما فيها إبراهيم بس آل إبراهيم لأن إبراهيم داخل في آل إبراهيم لأنه رأسهم أساسهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذه رواية مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله اللهم صلي على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته نلاحظ لهذه أنه عطف الأزواج والذرية على أهل البيت اللهم صلي على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما بركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث صحيح السؤال الآن هل يسوغ ويعني يستحب أو يصح الجمع بين هذه الصياغ أو بعضها هل إذا ورد ذكر بعدة ألفاظ نجمع بينها نجمع الروايات ونأخذ كل الألفاظ ونضع في سياق واحد ونألف بينها دعاء في كل أو ذكر في كل ما ورد يعني نقول على محمد وآل محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته مثلا هذا اللي يسميه العلماء التلفيق هل يصح التلفيق وهو جمع الروايات جمع الألفاظ كل رواية فيها لفظ ما هو موجود في الرواية الأخرى نجمعه في سياق كامل من مؤلف من كل الصياغ من حيث ما نترك شيئا في هذه أو في هذه أو في هذه ونجمعها كلها في سياق واحد أم ماذا وأيضا طبعا في رواية الله صلى الله عليه ورحمد النبي الأمي طيب هذه المسألة مسألة التلفيق طبعا بعض الناس إذا سمع كلمة التلفيق على طول يعني يصير عنده انطباع سيء ان هذا التلفيق شيء سيء يعني لكن التلفيق منه ما هو محمود منه ما هو مذموم فليس التلفيق مذموما بإطلاق الإمام النووي رحمه الله اجتهد وقال يجمع بينها قال ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة يعني المصلي يجمع ويقول اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريتك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريتك كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لكن هذا القول فيه نظر عند علماء آخرين ابن قيم رحمه الله قال قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها ثم فند هذا فند هذا لماذا لأنهم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام الوارد عنه هذا أو هذا أو هذا أو هذا ما ورد عنه أنه قال كلها في سياق واحد فإذا أردت أن تتبع السنة فتقول هذا تارةً وهذا تارةً وهذا تارةً وهذا تارةً أما تلفقها كلها يعني تجمع كلها مع بعض فما ورد عنه عليه الصلاة والسلام نفسه أنه فعل ذلك فما هو الموقف من الأذكار والأدعية التي وردت بروايات فيها زيادات على بعضها البعض هنا العلم والفقه العالم لو لو أدى اجتهاده إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال كلها لكن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر فيجمع بينها وإذا توصل اجتهاد العالم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد ما قال هذه كلها في سياق واحد وأنه ليست القضية أن بعض الرواة حفظه ونسيه وبعضهم حفظه ونسيه يعني هذا الراوي يعني حفظ بعضها ونسيه البعض وهاء والراوي الآخر حفظها ونسيه أشياء غير لنسيها الأول والثالث ذكر أشياء ونسيه أشياء غير لنسيها الأول والثاني قال إذا قالوا هذا مستبعد ما يمكن يكون هذا حصل فما معنى ذلك معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فمن سمعه في الحال الأولى نقل ما سمعه من سمعه في الحال الثانية نقل ما سمعه من سمعه في الحال الثالثة نقل ما سمعه وهكذا أخصوصا لما يكون فيه صحابة حفاظ كبار يعني يعني ما يمكن واحد يكون نسي ورواء هذه والثاني نسي شيء آخر غير للأول والثالث لما تكون قضية فيها مثلا أبو هريرة وابن مسعود وابن عمر فلذلك ابن قيم رحمه الله قال طريقة التلفيق هذه طريقة محدثة لم يسبق إلي أحد من الإم المعروفين وهي خلاف عمل الناس يعني يقصد بالناس العلماء ولم يستحب أحد من أهل العلم فالتلفيق بين هذه الأدعية المختلفة ينشأ منها صيغة لم ترد في حديث واحد طيب ما هو ما هي النتيجة المشروع قال المشروع في حق المصلي أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة فيصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم مرة بلفظ هذا الحديث ومرة بلفظ الآخر وكذلك إذا تشاهد يعني في التحيات فإن شاء تشاهد بتشاهد ابن مسعود وإن شاء تشاهد بتشاهد ابن عباس وإن شاء تشاهد بتشاهد عمر وإن شاء تشاهد بتشاهد عائشة وهكذا وقال ابن قيم رحمه الله وكذلك في الاستفتاح لأن الاستفتاح أيضا في عدة صياغ وما يمكن يكون يعني راوي حدث لأن حتى الصياغ المتنوعة تنوعا يعني كاملا يعني يعني هذا الدعاء في سياق متسق مع بعضه هذا دعاء ثاني في سياق آخر متسق مع بعضه محتوى آخر فقال ابن قيم في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي وإن شاء استفتح بحديث أبي هريرة وإن شاء استفتح باستفتاح عمر رضي الله عنهم وإن شاء فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد وإن شاء قال ربنا لك الحمد وإن شاء قال ربنا ولك الحمد ولا يستحب له أن يجمع بين ذلك فانتهى ابن قيم رحمه الله إلى خلاصة أن الجمع بينها خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد يعني التحيات وأذكار الركوع والسجود وغيرها فاتباعه صلى الله عليه وسلم يختضي أن لا يجمع بينها بل يقال هذا مرة وهذا مرة طيب لو قال واحد بس نحن عامة والله يجزيكم الخير لا تضيعون لا تضيعون يكفي صيغة واحدة وإذا حفظناها يعني كثر خيرنا لا تضيعون تقول عطينا رواية أبي مسعود ورواية أبي سعيد ورواية أبي حميد ورواية كعب بن عجرة خرص عطونا صيغة واحدة نحفظها والحمد لله نقول خرص عندكم الصيغة المشهورة المشهورة أول صيغة ذكرناها في هذه الحلقة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خرصنا هذه رواية كعب بن عجرة في البخاري ومسلم وهي أمامكم الآن وهي أمامكم الآن نختم بها هذا المجلس ونذهب إلى إخواننا المتصلين ومعنا الأخت ريمة من الجزائر تفضلي السلام عليكم يا شايف وعليكم السلام وبركاته يا شايف يا شايف يا شايف يا شايف أدني متوفي منذ خمسة عسر يوما رحمه الله وكأنني متوفي في الأوثياء يا شايف نعم كان من متوفي في الأوثياء يا شايف كل جمعة وترفع كان من متوفي فيه طيب كمل مصرية في مدينة الأحضرية يا شايف تدعج عن مدينتنا بمساطة عبارية في رمض أيوة إن المدينة التي نقوم فيها أيوة فرجع أمي بعد الجنازة المباطعة إلى بيتنا الأخي الذي يبعد أربعة فيها السلامة ما كان ينبغي لأمك أن تسافر إلى مكان وفاته لأنها بمجرد ما علمت بالوفاة دخلت في العدة لأنها بمجرد ما علمت بالوفاة التزمت بأحكام العدة ومن أحكام العدة البقاء في بيت الزوجية وعدم مغادرته نهاراً إلا للحاجة ولا ليلاً إلا لضرورة وهذا الذهاب ما دام ليس ضرورة ولا حاجة وهو سفر فهو لا يجوز لكن قد تكون جاهلة فعلت أو حصلت حاجة معينة ما ندري عن كل الظروف فماذا تفعل تستغفر الله مما حصل منها وتكمل العدة تكمل العدة بأحكامها الأخرى يعني ما في زينة الحلي لا الحنة الكحل لا المكياج لا الثياب الجميلة الثياب السهرات والحفلات لا طبعاً يعني تمكث في البيت كما قلنا إلى آخر يعني أحكام العدة تكمل عدتها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمتها أبو محمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام وبركاته إن شاء الله تكون في خير وآفية شيخ من الفاضل حياك الله يا أخي أهلاً وسهلاً الله يبارك فيك انتسمح لي بسؤالين يا شيخ نعم السؤال له والله يعفيك هل آلة محمد يدخل فيه الصادقين من أمة النبي محمد يعني هاشميين لا أشوف الهاشميون لما تقول كلمة الصادقون تختلف عن كلمة الهاشميون الصادقون قد يكون هاشميا وقد لا يكون هاشميا الصادق قد يكون من بني هاشم قد لا يكون الهاشميون من بني هاشم تحديدا فلحن ذكرنا أن أشهر الأقوال آل محمد صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه طيب وبعضهم قال بنوا هاشم وبنوا عبد المطلب ليس فقط الذرية من فاطمة وإنما يشمل كل بني هاشم كل بني عبد المطلب وبعض العلماء قال أتباعه عليه الصلاة والسلام من أمته على سنته وطريقته وبعضهم قال المتقون منهم أو كما تقول أنت الصادقون نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين طيب السؤال الثاني اللهم عمين الله يزيك فيه السؤال الثاني الله يعرفيك هل ترى العرب تروى من الثروات تتقاكل عليها الأمم طيب أنا ما فهمت السؤال الأخ طيب لعلك ترسله عبد الحميد فضل عبد الحميد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام و الله و بركاته يا شيخ أنا تزوجت منذ عشر سنوات أيوة ثم عندما تزوجت عندما وصلت وقت عامين أيوة أدرت بأن أخو زوجتي نصراني عرفت و اكتشفت أن أخو زوجتك نصراني أخو نعم مرتد ها مرتد نسأل الله السلام والعافية أيوة نعم لكن لكن أنا أريد السؤال كيف أتعامل معه أيوة تعامل معه بارك الله فيك أولا بدعوته للعودة إلى الإسلام وبيان خطر ردة وأن من بدل دينه بدل الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم ولذلك هذه يعني الردة أخطر عمل يفعله إنسان مسلم أخطر عمل يفعله إنسان مسلم الردة وأن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه فأول شيء تدعوه إلى العودة إلى الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه يعني هذا الإنسان ما يستحق الحياة ولذلك يستتاب شرعا يستتاب يعني يدعى العودة إلى الإسلام يستتاب ثلاثا هذا أهم ما تفعله طبعا يعني مقابلة إحسانه بالإحسان لا مانع في سبيل تأليف قلبه ودعوته لو كانت مقاطعة مفيدة نقول يعني قاطعه لعله يشعر بالضلال يشعر بالمصيبة التي فعلها لكن إذا كانت مقاطعة لا تفيد نقول ابقى على دعوة معه لأن الله أن يهديه على يديك ربما يرجع الضال ربما الله يهدي من يشاء مهند فضل يعطيك العرب يا شيخ السلام عليكم السلام وبركاته يا شيخ بدي أسألك عن الزوجة العاصية هل يحق للزوجة إذا كان زوجها فلنفرض أن كان زوجها فاسق ويعمل كثير من الذنوب هل يحق لها أن تفضح زوجها عند صديقاتها وعائلتها وتطلب الطلاق منه؟ شوف أنت سألت عن مسألتين هل يحق لها أن تفضحها وهل يحق لها أن تطلب الطلاق؟ هاتان مسألتان هذا إذا كان مستترا يعني غير مجاهر مستترا يعني يعمل ذنوب وهو مستتر فلا يجوز فضحه فلا يجوز فضحه ومن ديننا استر من ستر مسلم ستره الله المجاهر هذا له شأن آخر يعني المجاهر هذا يعني هو أصلا قد أحل عرضه كل أمة معافة إلى المجاهرين يستر ربه ويكشف ستر الله عليه أما سؤال الطلاق هذه مسألة أخرى فإذا وصل الفساد بحاله إلى أنها لا تتحمل كامرأة مثلا مرد زوجها على الزنا والعياذ بالله مرد على الفاحشة ما هو يفعل مرة ومرتين فواحش ومع نساء فقالت يعني أنا أنتظر حتى ينخل إلي الأمراض أصلا طبعي الفطرة السليمة تنفر من هذا كيف أنا أعاشر شخصا يعاشر بالحرام غيري بالحرام فهذه طلبها للطلاق صحيح ولا تمنع منه شرعا إذ كيف تبقى مع شخص مثل هذا ولو كانت بلية أيضا مثلا في المخدرات والعياذ بالله فتقول هذا يعني يدخل يصير مجنون يضرب ويكسر وممكن يقتلني أنا وممكن يخنقني ممكن يخنق أحد الأولاد ممكن يعمل أي مصيبة تحت وطأة المخدرات فإذا في معاصي لا تطاق ولا تطيق المرأة العيش يعني مع زوجها فيها ولكن في معاصي يعني من يسلم نظرة محرمة قد يكذب فيه كلامي يخلف الوعد في معاصي أنواعا معاصي أنواع فهذه يا أني يقال لها اصبري عليه اشتغلي بدعوته لعل الله يهديه لعل الله يصلحه من منا يخلو البشر يخطئون يذنبون فإذا في معاصي تؤثر على الحياة الزوجية ما تطيق المرأة المستقيمة تتعاشر واحد بهذه الطريقة وفيه أشياء يصبر عليها وتدعو لعل الله أن يهديه نادي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام وفضي بركاته أنا أرمالا في عامل 26 سنة وفضي بركاته نعم ألو أيوة نعم السلام عليكم عليكم السلام وفضي بركاته أنا أرمالا أبلغ من عامل 26 سنة نعم نعم وأنا الآن أخذ في العدة أيوة وعندما أصلي أدعو ربي أن يرزق طيب عندما تصلين لعلك تدعي الله عز وجل أن يجمع بينك وبين زوجك في جنات النعيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ذلك وزواج المرأة بعد وفاة زوجها صحيح شرعاً وقد فعلته الصحابيات رضو الله عنهن وليس في ذلك أي بأس وخصوصاً في وقت الفتن في وقت الفتن فالمرأة تحافظ على نفسها ولا تتوقف حياتها بوفاة الزوج ممكن تتزوج بعد انقضاء العدة لها ذلك هذا لا حرج فيه إطلاقاً مبروك تفضل نعم نعم في وقت النوم الشيخ بارك الله في الشيخ في وقت النوم يخرج الماء من الرجل هل يجوز الصلاة ملا ما أعد أم أعد مرة أخرى في وقت النوم الشيخ في نوم في الفلاش يخرج الماء من الرجل هل يجوز الصلاة ملا طيب طيب لعلنا نأتيك بالجواب إن شاء الله نأتيك بالجواب الأخ عايد تفضل يا عايد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله إزاك وخير الشيخ بارك الله لك عياك الله صيغة شيخ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الصباح والمساء هذا السؤال الأول أكملها ما ذكرناه آنفا يعني الصلاة الإبراهيمية أكمل صيغة يعني لو قلت مثلا من أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات نعم فقلت مثلا اللهم صلي على محمد وعلى ألي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم إنك حميد مجيد الله مبارك على محمد وعلى ألي محمد كما بركت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم إنك حميد مجيد وكررت عشر مرات هذه أكمل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قلت اللهم صلي على محمد وسلم يصح تعتبر صيغة يعني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن تلك أوفى وأكمل وأكثر وأجرا طيب السؤال الثاني السؤال الثاني شيخ كما ذكر في الحديث كما ذكر في الحديث الصحابي الذي يجعل ربعها ونصفها هذا الحديث هذا الحديث الذي ورد عن أبي رضي الله عنه قالوا كان لأبين ورد كان له ورد ورد معين يقوله في اليوم فقال هل أجعل في ختام الحديث أجعل ورد يعني أجعل دعائي يعني ورده هذا يجعل كله صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكفى أهمك فمن صحح الحديث فيه كلام طبعا قالوا أن هذا ورد معين ما هو كل كل دعاء في حياته لا كان له ورد معين في يومه قال أجعله كله لك صلاة أجعله كله صلاة عليك يا رسول الله هذا هو المقصود والله أعلم فاروق تفضل نعم سلام عليكم عليكم السلام وطيب بركاته السلام عليكم وعليكم السلام وطيب بركاته كيف الشيخ؟ والله أني حبك في الله يا شيخ حبك الله ياك الله أهلا وسهلا يا شيخ سؤالي أنا تاجر تاجر أجهزة الكهربائية المنزلية نعم تاجر أجهزة الكهربائية المنزلية تاجر في الأجهزة الكهربائية المنزلية طيب وبعدين نعم ومن ضمن الأجهزة أتاجر لشاكل التلفاز في دمعي لا يجدوز بيع التلفزيون محرم بيع التلفزيون شا 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 شوف يا أخي هذا قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر فإذا غلب على ظنك إذا غلب على ظنك من حال الزبون الذي يأتيك أنه يستعمل في الشر لا تبعه حتى لا تكون معين الله على إثم والعدوان إذا غلب على ظنك أنه يستعمل في الخير يفتح فيه قنوات الإسلامية ويرى فيه البرامج الشرعية ويتعلم فيه دين الله وأطفاله يشاهدون برامج مفيدة نافعة للأسرة فبعه فإذا هو على حسب حال الزبون الذي يأتيك فإن خفي عليك هذا موضع شبهة إن خفي عليك فإن غلب على ظنك استعمله في الخير بيعه غلب على ظنك استعمله في الشر لا تبعه فهذه مسألة اجتهاد نعم وإذا تورعت وقلت خلص والله أنا هذه الأجهزة ما رح أدخل تلفزيونات في الأجهزة المنزلية خرص أنا يعني سأخرج من هذه الشبهة فالحمد لله يكون هذا من باب يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك طيب الأخت خديجة تفضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام وبركاته يا شيخ أنا والدي بينان كثير جدا يعني أكثر من 15 ساعة في اليوم مرض يعني يعني فيه مرض لا مش عارفين لا هو مش مريض كبير في السن جدا نعم كبير في السن يعني لا هو مش كبير في السن هو 56 ساعة ونوع الشيخ وبيروحي يعني يخطب في المتاقب إلا أنه يسوطه وفروض كثير يتربى النوم طيب وأنتم لماذا لا توقظونه أنتم حوله لماذا لا توقظونه للصالحة إحنا بنوقظه بالسوم يبير بيصحى وأول ما بيصحى بيعيز لنام تاني على أي حال النوم الثقيل يصنف مرضيا في الطب عند بعض الأشخاص يصنف على أنه مرضي عند بعض الأشخاص وكذلك قد يكون وراثيا وصفوان رضي الله عنه ابن المعطل السلمي كان رجلا من هذا النوع يعني ثقيل النوم إذا نام ما يحس وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام مرة بذلك قال إن آل بيت يعني نوما ثقيل ما إذا واحد نام ما حس فهذا يعني أحسن يراجع الأطباء قد يكون له علاج عند الأطباء وأنتم يعني تناصحون والدكم تقولون يعني يذهب أكثر العمر في النوم خمسة عشر من أربع وعشرين ساعة خمسة عشر ساعة من أربع وعشرين ما يعني أنت تحتاج نصفها أنت تحتاج نصفها أكثر إذا عن ثلاث ساعات كافية جدا فحتى لا يذهب عمرك ولا تذهب صلواتك ولا حتى رزقك يعني حتى طلب الرزق والمعيشة يعني واحد نام خمسة عشر ساعة في اليوم ثم حتى لو راح يعني في البقية يطلب الرزق إذا متى يعبد الله متى يقوم بمصالح أهله متى يربي أولاده متى يجتمع بأسرته ولذلك مثل هذا يترطف معه أن يذهب إلى الأطباء ليكشف على نفسه لعلهم يجدون له علاجا لحاله نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية عمر تفضل حالو نعم نعم السلام عليكم شيخ عليكم السلام و الله وبركاته يا شيخ أنا أثناء لا الخروج إلى الحمام التبول طيب أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعوذ إليكم إن شاء الله فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرتت على اللومة واجتهدت باعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه ورسالته عامة للإنس والجن قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأوتي جوامع الكلم فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء ثم عرج به إلى السماوات العلاء وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي نزهه الله عن أخذ الصدقة وليس له خائنة الأعين ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من أربع زوجات ولا يورث ماله فما تركه صدقة ولا يتمثل الشيطان به في المنام وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن والشفى للقاضي عياض وغيرها كثير جهل وظلم فرقة وقطيع شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله وما أرسلناك لا يستقل العالم بشكل عامل لحظة يا سميرة سميرة عيدي من أول الوالد لم تطلق لك مرات على الوالدة الوالد طلق الوالدة ثلاث مرات متفرقة وبعدين 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 يقول أنا آسف وما كانش قد طلق ما تنفع آسف آسف ما تنفع بعد فوات الأوان بعد ما طلق وخرب البيت وطلق ثلاث مرات متفرقة إذا كان طلاقا صريحا إذا كان طلاقا صريحا فإنه يقع عند جمهور العلماء إذا كان طلاقا صريحا هذه ثلاث مرات متفرقة إيش تنفع آسف آسف إيش تنفع الآن بعد إيش فالآن علي أن يذهب إلى القاضي الشرعي لكي يعرف حاله الآن يعرف ما هي نهاية هذا الأمر فالأصل أن الطلاق الصريح يقع ثلاث متفرقة ثلاثا هذا الأصل وهو يذب القاضي الشرعي يعرض عليه أمره نسأل الله أن يتولانا وإياكم برحمته وأن يصلح شأننا عبد الله تفضل عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته أحبك الله يا حياك الله أحبك الله حياك الله شيخ محمد طالأمرك ما عندي يا ولادة قوفهم بالصلاة الفجر معي الصباح ما يقومون وأرجع وحصلهم نايمين وأرجع وصحيهم هل علي منهم شيء يا شيخ جزاك الله خير كم أعمارهم والأمن 16-17-20 هؤلاء بالغون كبار إذا كان قال عليه الصلاة والسلام في الصغار مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر هذا الآن 16-17-20 فاجتهد في إيقاظهم ووالدتهم كذلك ولو نضحت الماء رشيت ماء رشيت ماء ماء خفيف رش ماء نضحت في وجوهم الماء كما جاء في الحديث أنضح في وجوهم الماء رش ماء خفيف واجتهد لأنك مأمور شرعا بأمرهم بالصلاة وأنت رب الأسرة قو أنفسكم وأهليكم نارا وكلكم راعين وكلكم مسؤون عن رعية نسأل الله يفقنا وإياك لما يحب ويرضى طيب يقول يعني هذا السؤال والدة والدتي طلقها جدي وبعد أيام أتى جدي بكسين من الرز وأرادت جدتي كيسا بثمنه ثم لم تعطيه الثمن ثم توفيه وتريد أمي أن تدفع القيمة هل تعطيه لأبنائه الورثة إذا كان الطلاق رجعيا دخلت في العدة لكن لا تزال على نفقته فإذا كان أتى بهذا الكيس نفق للبيت فهي تستعمل منه أما إذا انتهت يعني الطلاق كانت الطلقة الثالثة يعني خرص خرجت من عصمته خرجت من عصمته وما لها نفقة إلا أن تكون حاملا وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنا حملهن فإذا ما كانت حاملا طلاق الثلاث تطلع من عصمته وما لها نفقة بعد الثالثة فتدفع إذا أرادت تأخذ الكيس تدفع قيمته ما دفعت أخذته من غير رضاه ولا سامحها لأن العادة أن يسامح الرجال في مثل هذا لكن لو ما سامحها تعطيها تعطي القيمة لورثته وإذا ماتت أولادها يعطون القيمة للورثة صابر تفضل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم بركاته الله يزدك بخير زوجتي حامل بولد وقبل الحمل كانت تطلب إن جاءها ولد فتصمي عبد الرحمن وأمها رأى في منا بأنها ولدت ولدا وسمته يحيا منا الأفضل الأفضل عبد الرحمن قال عليه الصلاة والسلام سمي ولدك عبد الرحمن وقال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وهذا النص فوق المنام هذا النص فوق المنام وأنت الأب أنت صاحب القرار لأنه ينسب إليك والتسمية من حقك لكن إذا رعيت رغبة الزوجة في تسمية عبد الرحمن خصوصا أن الإسم جميل جدا شرعا جميل جدا وقال عليه الصلاة والسلام سمي بنك عبد الرحمن وقال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فإذا التسمية به مقدمة على غيره طيب يقول السؤال هنا الأختنا من الجزائر تقول ما كملت سؤالي أبي توفي منذ خمسة عشر يوما وكان من المتتبعين لهذا البرنامج نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وكانت أمي معه نفس المدفنة في اليوم التالي من وفاته وبعد الدفن مباشرة سافرت أمي راجع إلى بيتها ووصلت بعد المغرب بنصف ساعة والآن لديها بعض الحاجات من إمضاء وبصمات في المدينة الأصلية هل يمكنها السفر؟ قلنا إذا كان في حاجة لا بد منها لا بد منها يعني مثل تعطل المصالح إذا ما ذهبت تعطلت مصالح خلص تذهب في حدود الحاجة فقط وترجع فورا وأما إذا كان يمكن التوكيل أو التأجيل إذا كان يمكن التوكيل أو التأجيل خلص توكل أو تؤجل حتى تلتزم بالعدة ما يمكن ولا بد ولا تتعطل مصالح مصالحها مثلا خلص تذهب بقدر الحاجة يقول هذا السؤال أطلع من الرياض إلى جدة والغرض زيارة زيارة أخي وبعدها أخذ عمرة إذا كانت العمرة في نيتك معنى ذلك لا بد أن تحرم من الميقات لأن العمرة في نيتك في سفرك عندك في سفرك نية عمرة إذا قلت نعم بس قبلها أزور أخي بعدها سأعتمر معنى العمرة موجودة في النية فلا بد أن تحرم من الميقات وإذا قلت أنا مسافر لزيارة أخي وليست العمرة هدفا لي في هذا السفر أو أنك ذهبت تشك فيها هل ستقوم أو لا متردد يعني متردد ما لست جازما بل أنت متردد ولست جازما فهنا تحرم من حيث جزمته تحرم من حيث نويت أو جزمته أما إذا أنت رايح العمرة في نيتك ما فيها كلام فإنه لا بد من الإحرام من الميقات وفي الحالة هذه ممكن أن تبقى عند أخيك بالإحرام أو أن تذهب تعمل العمرة ثم ترجع إلى أخيك والعمرة ترى الآن متيسرة يعني إيش يعني من جدة تروح إلى مكة وتسوي عمرة وترجع يمكن كل الشغلة ما تأخذ لها أربع خمس ساعات يعني ما مدة بسيطة تقول أنا في عدة النفاس وزادت عن أربعين يوماً نقول خرص ما دام زادت عن أربعين فهذه استحاضة لا تمنع الصلاة وفتغدسلين وتصلين إلا إذا وافقت وقت العادة الأصلية نهاية الأربعين جاءت على وقت العادة المعتادة فنقول تمكثي فوق الأربعين إذن حتى تنتهي ينتهي هذا الدم على العادة المعتادة طيب يقول السؤال أختي اشترت منزلها بقرض ربوي دعيناها كثيراً أن تتوب إلى الله فرفضت هل نقطعها؟ لا يا أخي لا تقطعها استمر في صلتها لعل الله أن يتوب عليها استمر في صلتها لعل الله أن يتوب عليها طيب يقول هذا الأخ من السودان محمد أشتري دولار وبعد مدة يطرع سعره أبيعه لا مانع إذا كان يداً بيد يعني تدفع جنيهات تستلم دولارات تجعلها عندك حتى ترتفع قيمتها فتسلمها وتأخذ جنيهات يداً بيد يداً بيد تقاضب لا مانع أما أنك تقول مثلاً أبيعها بشيك بثلاثة شهور بخمسة وعشرين جنيه لا ما يجوز لأنه صار ما في تقابض صار بيع بشيك مؤجل بيعها بشيك مؤجل وهذا خلاف التقابض المشترط في بيع وشراء العملات لأنها تقوم مقام الذهب والفضة وقد سبق أن ذكرنا ما يحدث من المخاطر في هذه الأشياء التي تحدث الآن في أمور العملات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى طبعاً بقي أسئلة من أسئلة التي وردت إلى البرنامج وبعضها أيضاً يؤكد على موضوع الحجاب والنقاب والنقاب و يعني أهمية الوقوف مع المؤمنات في هذا الأمر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نسأله عز وجل أن يؤيده أهل الإيمان والتوحيد والمتمسكين بدينه وأن ينصرهم عز وجل و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأس عن المسلمين وأن يفرج همى وكرباً مستضعفين إنه سميع مجيب قريب أيها الإخوة والأخوات لقاؤنا معكم إن شاء الله في برنامج بصائر الجمعة القادمة ليلة السبت بمشيئة الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة